جدد عدد من المواطنين وقوفهم إلى جانب السفير أحمد علي عبدالله صالح أمام ما يتعرض له من محاولات الاستهدافة وأكدين أن استهداف السفير أحمد علي استهداف للوطن هذا يعني لا يجوز ولا حاجة أحمد علي رجل وطني ولا قسمع منه أي خبر أو أي كلام أو أي حاجة أو قاطر حتى في تلفزيون يدخل في أي دولة أحمد علي رجل وطني وشريف ونحب أحمد علي كلنا نحب أحمد علي أحمد علي رجل وطني تمام نحن نؤيد له وإنه إنسان وطني وعملي من نسبة لي قرار مجلس الأمن يعني دمر اليمن تدمير شامل يعني ما قد وصلش الوضع باليمن اللي هو بعد نهائيا الشعب والشارع كله موافق مع أحمد علي عبدالله صار مجلس قرار الأمن أستهدف يعني الشعب اليمني بشكل عاء وأستهدف كل المواقع العسكرية والشعب اليمني والأطفال والنساء والحرومات وتعدى كل الحدود استهدف المواطن البسيط استهدف البنية التحتية استهدف القوت الضروري الذي يمثل استمرارية عيش أبناء الوطن بالنسبة لاستهدف شخصيات الشخصيات التي مسكت الوطن في الظرفة الطارئ والمتمثلة في قيادة الأخ أحمد علي عبدالله صالح هو الذي أعاد بالنسبة للمحافظات التي انتشر فيها الإرهاب الإرهاب المتمثل في القاعدة مجلس أمار الدولي هو ضد المعاري والإسلامي من زمان مش من اليوم يعني الكلام هذا قديم هم ضد الإسلام والمسلمين فالإسلام هو كان في الجزاء العربية في اليمن والسعودي هم أهل الإسلام لأنه حارب من الطرفين القرار لم يأتي من أجل مقارعة أشخاص أو محاسبتهم أو البحث عن أخطاء لهم إذا كانت هناك أخطاء إنما الآن الذي يتم هو عقاب جماعي للشعب اليمني من قبل هؤلاء الذين يستقون بقرارات لم ينفذ منها لم ينفذ منها العدو الصهيوني أي قرار نحن نعلم بأن مجلس الأمن أصدر عدة قرارات بخصوص فلسطين المحتلة كان عادة ما يقول اليهود بلوها واشربوا ماءها والله بالنسبة لقرار مجلس الأمن الأحمد علي هو عبارة عن توكيل إسرائيلي ضد أحمد علي عبدالله صالح ولا نجاحه ما حققه في القوات المسلحة اليمنية قرار مجلس الأمن أنا أعتبره فاشل لأنه المملكة العربية السعودية أفقدت مجلس الأمن والأمم المتحدة والمعاهدة الدولية شرعيتها تماما بقصفها على اليمن ولم يتحركوا ولم يحركوا ساكنا يعني لا شرعية لهم وكيف ينفذ عليها قرار؟ ما له أي قرار والله هو استهداف لشخصية وضنية ونحن مع أحمد علي مئة في المئة الفرض العقوبات لا تتم على من تم فرض العقوبات عليهم لأنهم قادتنا وهم الذين الشعب اليمني يريدهم وهم الذين لم يريدوا أن يتطبعوا إلى الخارج ولم يقوموا بقرر البلاد إلى خارج السعودية ولم يشغلوا في المغلقة ولا في العملية المشاركة مع أي دولة فهؤلاء الذين فرضت عليهم عقوبات ناس وطنيين مخلصين ربوا جيش وربوا وطن وربوا شباب ونحن معهم إلى آخر قطر من دمائنا محمد علي فهو رجل وطني وشريف وليس لديه أي هذه العقوبات لا تؤثر عليهم ولا تؤثر على اليمن